اصدقائي وحبايبي في كل مكان طلبة وطالبات الصف السلس السنوي تجريبي ولغات مهندسين المستقبل اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفاينال ريفيجن النهاردة ان شاء الله بنرجع السولد وهنحل مع بعض الجنرال اكسرسايز بتاع يونيت وان يلا زي كل مرة جاهز ادواتك حل معايا سبقني دايما ورجع اجاباتك باجاباتي يلا بينا نبدأ يلا بينا السؤال الاول بيقول complete the following the point two comma zero comma negative three lie in the coordinate plane هنا احنا عندنا الاكس والزد يبقى دوة lies in a bravo اكس زد plane whose equation ايه الاكواجن بتاعت الاكس زد plane bravo شوف اللتر اتناقص هه y equal zero number two the opposite figure represent a cupoid a point diet عبارة عن 6 و8 و24 الاكس ب6 الواي ب8 الزد ب24 the coordinate of d is فين دي دي هنا موجودة فين في الاكس y plane يبقى ما فيه الزد يبقى على طول نكتب الاكس ونكتب الواي وي الزد نروح حاطين zero طيب the point c فين c bravo موجودة على الواي اكسز يبقى ما فيه غير الواي اللي هو zero الواي ب8 و0 سهلة طيب the direction angle of the vector od الفيكتور داوت ايه الdirection angle بتاعته ايه السيتا اكس والسيتا واي والسيتا زد بتاعته سيتا اكس هي الانجل ما بين ال od وال x اكسز اسميها سيتا اكس سيتا واي اللي هي ما بين ال od وال y اكسز وسيتا زد اللي هي هتبقى perpendicular هتبقى 90 يبقى احنا عايزين نجيب سيتا اكس و سيتا واي و سيتا زد ب90 هتبقى معروفة على طول تعالى نكتب الستيبس تحت tan theta x equals علشان اجيب التان ببقى محتاج من opposite و adjacent مين ال opposite هيبقى ال ed مين ال adjacent لاحظ ان دوت كيوبويد يعني ال base يا اما هتبقى square يا اما هتبقى rectangle يعني الانجل ديت ب90 يبقى ده هو ده الhypotence يبقى ال adjacent هو مين o e يترى ال ed بكام ال ed هو ال y coordinate او الطول بتاع ال y اللي هو هيبقى 8 وال o e هو الطول بتاع ال x اللي هو 6 اللي هو بال simplify تبقى 4 over 3 يبقى therefore theta x equals shift 10 4 over 3 equals 53 degrees and 7 minutes يلا نعمل نفس القصة 10 theta y فين theta y اهي ال opposite يبقى cd ال adjacent oc equals cd اللي هي ال x ب6 ال oc اللي هي ال y ب8 يعني 3 over 4 يعني therefore theta y equals shift 10 3 over 4 بالcalculator بتاعتك هتطلع 36 degrees 52 minutes يلا بقى نكتب هنا هو theta x theta y theta z طبعا theta z equals 90 على طول يبقى هنا 53 degrees 7 minute كما 36 degrees و 52 منت كما و 90 degrees هو ده ال direction angle of the vector od number 3 بيقول if a equals negative 1,2,3 و b equals 4, negative 1,5 then a b equals what علشان اجيب ال a b vector انتو عارفين انديع بقى عن b minus a الب 4, negative 1,5 minus a negative 1,2,3 equals 4 negative negative 1 يعني 4 plus 1 ب 5 minus 1 minus 2 ب negative 3 5 minus 3 ب 2 يبقى الاجابة 5 كما negative 3 كما 2 number 4 بيقولي if point negative 2 for m lies on sphere الاقواجن بتاعتها x plus 2 power 2 plus y minus 1 power 2 plus z minus 3 power 2 equals 25 then m equals 1 اي point belong lies or satisfy equation بتاعت اي حاجة بمسكها وعمل بيها ايه؟ substitution هشيل ال x احط negative 2 هشيل ال y احط 4 هشيل ال z وحط m واطلع قيمة ال m اللي هو عايزه تعال كده بشويش ال equation x plus 2 power 2 هشيل ال x وحط مكان ايه؟ negative 2 plus 2 power 2 plus هشيل ال y احط 4 minus 1 power 2 plus هشيل ال z وحط m minus 3 power 2 equals 25 negative 2 plus 2 power 2 ب zero ديت ب zero power 2 ب zero 4 minus 1 power 2 4 minus 1 ب 3 3 power 2 9 وهنا دي zero هيا شما ينسايش وديت زي ما هي m minus 3 power 2 equals 25 ما تفكهش هماشي ال 9 الناحية التانية يبقى therefore m minus 3 power 2 equals 25 minus 9 25 minus 9 equals 16 هشيل ال power by taking square root for both terms يبقى m minus 3 m equals 4 or 4 m minus 3 equals negative 4 يعني therefore m equals 4 plus 3 ب 7 وهنا m equals negative 4 plus 3 ب negative 1 يبقى تبلو 4 كده هوت 7 or negative 1 number 5 بيقول if a equals k3 negative 4 b equals negative 2 9m and a parallel b then k equals what and m equals what هولو كده since a parallel b يبقى therefore x1 اللي هي k over x2 اللي هي negative 2 equals y1 3 over 9 equals z1 negative 4 over z2 اللي هي m عايز اجيب الك يبقى 3 by negative 2 over 9 عايز اجيب ال m يبقى negative 4 times 9 over 3 احسب دي عالكالكليتر هتطلع negative 2 over 3 واحسب دي كمان عالكالكليتر هتطلع negative 12 سهلا وبسيط شوف اللي بعدها في number 6 بيقول if a dot b equals norm a cross b then the measure of the angle between the two vectors a and b equals what مش انت يا عم بتقول ان a dot b equals norm a cross b اه انا قلت كده طب هي a dot b equals a equals norm a norm b cosine set تمام equals هنا النورم يعني مش محتاجين ال direction طيب norm a cross b equals a برضو norm a norm b sine set هنكنسل ال a مع ال a وال b هنكنسلها مع مين مع ال b اتفضل لنا ان cosine سيتا equals sine سيتا ودي دي بال divided عشان تبقى هنا تان يبقى sine سيت over cosine سيتا equals cosine over cosine become one طيب هي sine over cosine ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن تان سيتا لما تان سيتا equals one يباش مهندس يبقى therefore السيتا equals shift تان one اللي هي تطلع كام forty five degrees number seven بيقول the straight lines xx dash comma zz dash form the coordinate plane whose equation is what طبعا سيتا كعارك يا باش مهندس ان ال x axis وال z axis بيكونوا ال xz plane طب ايه ال equation بتاعت ال xz plane prov y equals zero اللي هي مين اللي هي letter b number eight بيقول the equation of sphere whose center is the origin point and passes through three negative one two is what بفكرك علشان نجيب ال equation محتاجين center اهو zero و zero و zero ومحتاجين كمان radius طب radius لو احنا سمينا مثلا دية o وسمينا دي ايه علشان اجيب radius ممكن نعمله بقانون الايه الدستانس 3-0 power 2 يعني 3 power 2 plus negative 1-0 power 2 negative 1 power 2 plus 2-0 power 2 اللي هي 2 power 2 دي ايه دي ايه ودي ايه بقيت كده 10 وديه 4 فبقيت root 14 يالا نكون الايقويجن طالما center بتاحها هو ال origin point فبقيت x square plus y square plus z square equal r square طب radius بroot 14 يبقى square يبقى بكام بفورتين ها فين الاجابة برافو letter D اللي بعده the coordinate of the midpoint of DE where D equals 2 3 3 and E equals 6, negative 1 negative 4 is what علشان اجيب الميدpoint ما بين D وال E اسميها C مثلا فبنعمل ايه بنعمل x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 z1 plus z2 over 2 equals 2 plus 6 over 2 3 plus negative 1 يعني 3 minus 1 over 2 3 plus negative 4 يعني 3 minus 4 over 2 2 plus 6 8 8 over 2 4 3 minus 1 over 2 فيندية رافو letter C number 10 بيقول لي if A parallel to B then norm A cross B equals what طبعا في ناس حافزينها هيقولك 0 على طول ويختار أوكي برافو لو انت عامل كده برافو عليك بس برضو يعني A parallel B يعني sine theta equals 0 فاحنا هنا هوت عشان بنجيب ده بنقول norm A norm B sine theta طيب ما sine theta 0 times أي حاجة بـ 0 عشان كده هم مختارة على طول ايه 0 أو letter A انت حافز على طول برافو عليك 10 من 10 يلا نشوف اللي بعده number 11 بيقول لي the vector which represents the unit vector of the following vectors is what mean اللي بيمثل unit vector يعني ايه بيمثل unit vector عشان يمثل unit vector يعني x square plus y square plus z square equals كم equals 1 فهنجرب واحد واحد تعال كده نمسك letter A اهو ده power 2 9 ده power 2 4 ده power 2 4 not equals 1 يبقى دي غلط تعال نمسك B اهو 1 over 2 square 1 over 4 1 over 9 1 over 4 square 1 over 16 برضو حسنها بالكالكليتر مش هتطلع بكم مش هتطلع ب1 يبقى دي برضو غلط تعال نحسب دية letter C اهو square root 3 over 5 power 2 3 9 5 power 2 25 4 power 2 16 5 power 2 25 0 power 2 بزير احسب دية على الكالكليتر هتطلع ب1 يبقى هي دي اللي صح برضو تأكد من الاخيرة اهو دي 1 over 144 9 over 144 4 over 144 هتلاقيها not equals 1 يبقى هي دي بس الإجابة اللي صح وكلهم اللي بقين ايه غلط يبقى احنا نختار letter C رقم 12 بيقولي if L و M و N are the direction cosine angles of vector A then which of the following statement is right طبعا انت فاهم ان ال direction cosine angles اللي هي cosine square theta x plus cosine square theta y plus cosine square theta z equals 1 يعني L power 2 plus M power 2 plus N power 2 equals 1 فين دي؟ اللي هي letter مين؟ اللي هي letter C number 13 سؤال حلو ركز معايا فيه قوي بيقولي if A و B و C are three non zero vectors and A cross C equals O vector and A dot B equals zero then B dot C equals what؟ طيب بشويش كده؟ استفدت ايه من كل حاجة قالها لك اول حاجة قالها لي قال لي أن A cross C equals zero استفدت يا مستر أن vector A parallel vector C تمت واستفدت ايه لما عرفت أن A dot B equals zero هما perpendicular يعني therefore A perpendicular على B بص معايا ركز ادي مثلا A وادي هنا ايه C دول كده parallel بعض جيل A بقى فامين على B بقى ده كده 90 يبقى في نفس الوقت ايه علاقة ال B بال C بص كده معايا ده برضه هيبقى ايه؟ perpendicular يعني معنى كده ان ال B perpendicular to C طيب طالما ال B perpendicular to C ها؟ يبقى الدود بتاعهم بكام؟ بصير letter A بقولي دوع الحرف المتكرر او الحرف المشترك هتلاقي Y يبقى هما لاثنين intersective Y axis سؤال سهل خالص في number 15 بيقولي proof that the triangle whose vertices are 7 و 1 و 3 هسميها D A مثلا 7 و 1 و 3 و D هسميها 5 و 3 و 4 هتلا هم مكتبش اللترة انت بتسمينه وتكتبهم فرقة الانتحان و C 3 و 5 و 3 is an isosceles triangle يعني isosceles triangle يعني في 2 sides are equal in length خلاص تعال نجيب AB اللي هو equals B minus A اللي هو equals 5 و 3 و 4 minus 7 و 1 و 3 5-7 ب-2 3-1 ب2 4-3 بكام ب1 بعد كده هوت بجيب النورم علشان يجيب اللينس او الطول يبقى square root negative 2 power 2 و 2 power 2 و 1 power 2 4 plus 4 plus 1 ب9 تحت الروت ب3 لينسيون هكرر الخطوتين دول مع البي سي البي سي عبارة عن السي مينس البي السي 3 5 3 minus البي 5 و 3 و 4 3-5 ب-2 5-3 ب2 3-4 ب-1 يلا حبيبي النورم البي سي نورم equals square root negative 2 power 2 2 power 2 2 power 2 1 power 2 برضو هتطلع 3 لينسيون هي كده تلعب اهو فيه 2 سايدس قبل بعض بس برضو تعالى اجيبلك السايد التالت احتمال تكون انت ايه هجيبي الـ AC قبل البي سي اهو يا مست الـ AC equals الـ AC minus MINUS الـ AC و 5 و 3 الـ 7 و 1 و 3 3 minus 7 negative 4 5 minus 1 before 3 minus 3 equals 0 يبقى therefore AC norm equals square root negative 4 power 2 4 power 2 plus 0 power 2 equals 4 root 2 lenseum انا جبتلك بس عشان لانت جبتها فين في الاول لكن لو انت جبت الاثنين دوله تروا على طول قد بعض هتقولي على طول إن since إن الAB norm equals الBC norm therefore ABC is an isoscelous triangle number 16 بيقول find the center and the radius length of the sphere x square plus y square plus z square equals 6z مش عايزك تغلط وتتخمي تقولي إن دوت الـ center بتاحها الأورجن point حبيبي خلي بالك هنا ده variable هنا ده مش كونستن يبقى عشان أبتدي حلقة صح لازم أدخل 6z يجو يبقى كده هوت x square plus y square plus z square minus 6z equals 0 هو عايز أول حاجة نجيب إيه؟ center إزاي بجيب center بدور على coefficient of x والcoefficient of y والcoefficient of z واروح عاملهم divided negative 2 هسمي center m equals لو خدت بالك هتلاقي إن ما فيش x أصلا وما فيش y يبقى معنى كده إن الأول هيبقى 0 والتاني هيبقى 0 طب فيه negative 6z لما جاعملها divided negative 2 هتبقى بكام بسري فاضل إن أنا أجيب إيه؟ الradius خد بالك إحنا كده عندنا l بزيرو والk بزيرو والn بسري والd بزيرو علشان أجيب الradius إيه القنوم بتاع الradius square root l square plus k square plus n square minus d يعني هيبقى equals كله زيروهات 0 plus 0 plus 3 power 2 minus 0 يعني root 9 يعني الradius هيبقى equal 3 length unit لو خايف إن المصحح ما يشوفش بدايما ببرز لإيه الأنسر اللي هو عايزه أهو كده الcenter 003 والradius 3 length unit 17 بيقولي if a negative 2 3 و 5 و b 1 4 negative 2 find the a b vector طيب أدي الab حبيبي عبارة عن b minus a يعني 1 و 4 و negative 2 minus negative 2 و 3 و 5 1 minus minus 2 يعني 1 plus 2 ب 3 4 minus 3 ب 1 negative 2 minus 5 ب negative 7 سهلة نبص على بعدها بيقولي if c equals 1 negative 2 2 find the unit vector in the direction of a of c يعني عايز u c طب ده بيبقى عبارة عن ايه ده بيبقى عبارة عن vector c over norm of c يبقى تعالى هنا نجيب أول حاجة نجيب النور بتاع vector c ها x square 1 power 2 y square negative 2 power 2 z square 2 power 2 عالكالكليتر 1 و 4 و 4 9 تحت الروت ب 3 يبقى u c equals 1 و negative 2 و 2 over 3 يعني equals 1 over 3 negative 2 over 3 و 2 over 3 خد بالك يعني ايه الunit vector in direction of c يعني لو حضرتك جيت عملت النور او خدت النور بتاع الفيكتور دوت هيطلع لك unity هيطلع لك 1 تمام اللي بعده في number 19 بيقول لي if the vector a makes with the positive direction of the coordinate axes x, y, z angles of measure 60, 80 and theta degrees where theta is an acute angle find the value of theta لسه من شوية كنت بقول لك ان cosine square x plus cosine square theta y plus cosine square theta z equals 1 يعني عايزين cosine square 60 plus cosine square 80 plus cosine square theta z اللي انا عايزة جيبها equals 1 علشان بس ال-80 دي مش special angle فهتطلع لي decimal وانا مش عايزة اكتب approximation دلوقتي فهقول له كده هو ان cosine square theta z دي عبارة عن 1 minus cosine square 60 minus cosine square f احسب بس ال-aproximation مرة ايه مرة واحدة فقدي هنا 1 وديت cosine 60 power 2 هتطلع بquarter minus cosine square 80 اعمل لها approximation تطلع 0.0315 احسب حزبتك كده وخدها تحت square root يبقى طبعا هو عايز البوستف بس يبقى مفيش بوستف وnegative يبقى cosine theta z equals 0.8484 شافتوا cosine يبقى therefore theta z اللي هو عايز يجبها equals 31 degrees 57 minutes number 20 بيقوللي if a equals 1 6 2 و b equals k 3 m c equals k m k plus m and a parallel b then norm of c equals what واضح ان c كلها k m يبقى therefore k 1 times 3 over 6 هتطلع half والm 2 times 3 6 over 6 تطلع 1 فكده هو c بقت k m k plus m اللي هي 1 and half اللي هي 3 over 2 هو عايز norm c يبقى square root x square plus y square plus z square بالcalculator هتطلع root 14 over 2 لانس سهلا سهلا في 21 بيقول if a and b are two unit vectors in r3 at what condition does the result of the vector product a cross b represent a unit vector in r3 explain your answer يعني show your steps يعني طيب هو انت بتقول ان a cross b equals unit vector in what condition طيب هو a cross بي ده عبارة عن a عبارة عن norm a norm b sine theta تمام equals unit vector هنحط 1 انت بتقول ان a وbr two unit vectors يعني a norm of a must be 1 يعني ده 1 وده كده 1 وهنا ده sine theta وهنا ده 1 يعني علشان احقق الكنديشن دوت ان a cross b يكون unit vector لازم يكون a perpendicular على b لازم تكون الانجل ما بين vector a و b b 90 number 22 بتقول a b c d is a rectangle in which a b equals 6 centimeter و b c equals 8 centimeter find a b dot a c a b dot c d the component of c d in the direction of b c اول حاجة تعال نرسم اسمي هنا a b c d وحط فاول حاجة هو عاوز ab dot ac ركز معايا كده هو ab dot ac ده عبارة عن ايه ده عبارة عن norm ab norm ac cosine الانجل اللي بينهم اسميها theta مثلا اهو ادي ab اهي ودي ac اهي ودي الانجل theta ما بينهم هو بيقول لي ان الab اللي انس بتاعه كام 6 وبيقول لي ان الbc ب8 من بايساجرس هيبقى الهايبوتنس بالتن يبقى ده هيبقى 6 وac بتن وcosine theta cosine الانجل ديت adjacent over hypotenus يعني 6 over 10 التن دي هتروح مع التن ديت وتطلع 6 by 6 equals 36 في نامبر b هو عاوز ab dot cd برضو نفس القص norm ab norm cd في cosine الانجل اللي بينهم ادي ab ودي cd ايه ده ما لهم دول الab والcd parallel لكن in the opposite a direction بص كده الab التحت والcd الفوق فبالتالي ab اللي هي ب6 والcd اللي هي ب6 وطالما هما parallel يبقى cosine 180 6 by 6 36 وكوزين 180 بnegative 1 تبقى negative 36 في letter cb only the component of cd in the direction of bc يعني هنعمل ايه هعمل cd امست dot elbc over norm bc ده equals يالا معايا ها cd النorm بتاعه النorm بتاع elbc cosine الانجل اللي بينه فين cd اهي والbc اهي يبقى cosine 90 over النorm بتاع elbc خد بالك بس من حاجة كده قبل ما بتدي تعمل substitution cosine 90 0 0 time is اي حاجة 0 over اي حاجة يبقى الاجابة كلها في الاخر هتبقى كام هتبقى 0 في الاخر 23 عن AB اللي هي B-A B اللي هي 2 و 4 و-2 minus A اللي هي 1 و-1 و-0 2-1 ب-1 4--1 ب-5 negative 2-0 equals negative 2 اروح اقوله ان الwork equals F.S يعني 2 و-3 و-5 dot ال-1 وال-5 وال-2 اللي انا لسه مطلحه يلا نعمل dot product ال-1 بال-1 ب-2 plus 2 بال-2 negative 3 times 5 ب-15 plus 5 times negative 2 ب-10 كلها على بعد هتطلع ب-23 work يون اللي بعدها find the work done by the weight of a body of magnitude 40 newton in projected vertically upwards from a distance of 10 meter above the surface of the ground برضو هنا ال-work equals F.S بس خد بالك انا هنا معايا ايه؟ magnitude مش معايا direction فيعني اقدر اقوله ان احنا عايزين ال-F time is the norm of S time is cosine theta ما بينه طيب هي ال-F بكام بـ 40 وال-S بكام 10 meter فرادل ان انا جيب ايه؟ ال-Angle خد بالك كده هوت ان هي projected vertically upward الفوق كده يعني فيبقى عشان تتحرك من هنا الهنا كده عملت ايه؟ عملت straight angle ال-state angle بكام 180 يبقى cosine 180 cosine 180 ب-negative 1 ودول 400 يبقى تطلع ايه؟ negative 400 هنا ب-Ease بالنيوتن وهنا بالميتر فممكن اكتب على طول ان دوت بالجول 25 بيقول لي prove each of the following where A,B belong to R3 letter A بيقول لي عايز يثبت أن النورم of A cross B all power 2 plus A dot B all power 2 equals norm of A squared times norm of B squared اول حاجة نجيب النورم of A cross B power 2 طيب هو النورم of A cross B الوحده دي عبارة عن ايه؟ كده هو مش عايز direction يبقى كده دي عبارة عن norm of A norm of B دا كروس يبقى sign c سخد بالك هو قالك power 2 يبقى نحط نوزع power 2 عليهم سمي دي number 1 بعد كده L A dot B power 2 باردو دي عبارة عن A squared plus B squared بس المرة دي بس المرة دي cosine A سيتا power 2 أسمي دي number A 2 يلا كده by adding 1 and 2 فده هيديني لما عمل adding هيديني A power 2 B power 2 sine power 2 سيتا plus A power 2 B power 2 cosine power 2 سيت واضح أن A power 2 وB power 2 متكررين ناخد A power 2 وB power 2 common factor أهو A power 2 B power 2 اتفضل ايه؟ اتفضل في الأولانية دي sine power 2 سيتا plus cosine power 2 سيت كلكم عارفيني باش مهندسين أن sine power 2 plus cosine power 2 1 1 neutral 1 times أي حاجة بنفسها يبقى هيديني A power 2 times B power 2 اللي هو مين؟ اللي هو الright hand side في letter B بيقول لي أن A dot B equal 0 طب ده معنى إيه؟ معنى إما A perpendicular to B إما واحد منهم ب0 يعني إما الأ هيكون ب0 أو الB ب0 أسمي دي رقم كم؟ أسمي دي رقم 1 في الجيفن التاني بيقول لي إيه؟ أن A cross B equal 0 طب ده معنى إيه؟ معنى إما إما الإيه parallel B إما واحد منهم ب0 إن الإيه ب0 أو الB ب0 دي نمبر 2 from 1 و 2 مستحيل يكونوا perpendicular و parallel في نفس الوقت هم حجم الاتنين يا perpendicular يا parallel لكن الاتنين مع بعض صعب يبقى أكيد هو الاحتمال التاني يبقى therefore A equal 0 و B equals 0 بكده أصدقائي وحبايبي في كل مكان نكون خلصنا مراجعة على يونت 1 في السولد أتمنى تكونوا استفدتم أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة وإلى اللقاء